تعتبر صناعة الفخار في المملكة جزءا من التراث العريقي للبلاد فهو إرث قديم مرتبط بهوية البحرين الثقافية والإنسانية البحرين اشتهرت منذ القدم بصناعات يدوية كثيرة وكان من أهمها هذه الصناعة التراثية التي تعود لأزمنة قديمة وبالتحديد منذ حضارة دلمون المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي شكلت صناعة الفخار وكل ما يتعلق بها من ممارسات إنسانية اجتماعية واقتصادية جزءا هاما من هوية البحرين الثقافية والإنسانية ومن أبرز الأماكن التي اشتهرت بهذه الصناعة قرية عالي التي اكتسبت شهرتها من الفخار كمركز ثقافي وسياحي حتى سميت بقرية الفخار إذ يقصدها سياح من كل حدب وصوب فرح واستمتاع من أجل اقتناء التحاف الفنية التي يتقنها أبناء القرية تقريبا اليوم عدن فعالي ما يقارب حوال سبعة مصانع ولا زال الشباب يعني يمارسون هذا النشاط والحفاظ على هذا الجزء من التراث البحرينية تواصل هيئة البحرين الثقافة والأثار العمل على الارتقاء بهذه الحرفة وتتضمن خططها الترويجة لصناعة الفخار البحرينية في كل أرجاء العالم وإقامة ورش ومعرض فنية كما تعمل الكثير من المراكز على تطوير وصناعة الفخار بما يدعم مطلبات الحياة الحديثة من غير أن تفقد أصالتها حيث تجاوزت مجالة استخدامتها التقليدية كأنية تستخدم للطعام والشراب إلى مجالات إبداعية أخرى إلى جانب إدخال مواد أخرى في التصنيع إلى جانب الأفران الحديثة لعملية الحرقة المصنع هذا قديم وعريق هذه الحرفة تعتبر من أهم المعالم التاريخية في البحرين يعني يرجع التاريخ إلى أيام حضارة دلمون العريقة تقريبا حوالي خمسة آلاف سنة قبل الميلاد ويرجع تاريخ صناعة الفخار إلى ما يزيد على ثلاثة ألف سنة قبل الميلاد وهي عبر عشرات القرون يتورثه الأبناء عن الأباء ويمكن أن نعتبر اعتقاد دفن الموتى مع حاجاتهم وهو الأمر الذي اعتاد عليه شعب دلمون ممرا شجع على ازدهار هذه الحرف وتطويرها وساعد على التعرف بشكل فعلي على مزايا الفخار وخواصه التي قد لا تتواجد في غيره من المواد شكرا